جدل العلاقة مشاهدين بين الجزائر والمغرب يعودوا للواجهة هذه المرة عبر بوابة منطقة حدودية تدعى في جيك القصة بدأت قبل أسبوع حين زار وفد عسكري جزائري منطقة تسمى العرجة وقع على الخط الفاصل بين البلدين وطلب من الفلاحين المغاربة مغادرة المنطقة بتاريخ 18 من مارس الحالي أي أمس وهو ما نفذ فعليا السلطات العسكرية الجزائرية أمرت المغاربة بإخلاء المنطقة مع منحهم مهلة لسحب أغراضهم من هناك وعلالت السلطات قرارها للمزارعين بمراسلة مع الجانب المغربي تخطرهم بضرورة إخلاء المزارعين للمكان بنفس التاريخ مسغلوا منطقة وادي العرجة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن عبروا عن سيائها من القرار خاصة وأن أغلبهم استثمر أموالا في تلك المزارع ودعوا السلطات المغربية للتدخل العاجل لإيجاد حل للوضع وبعض الفلاحين أكدوا امتلاكهم لوثائق تعود إلى سنة 1939 تثبت ملكيتهم للأرض لكن السلطات المغربية لم تعتمد عليها حيث أن هناك اتفاقية موقعة بين الجانبين عام 1972 وهي متعلقة بترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب لكن النزاع الحدودي بين البلدين ليس الأول من نوعه حيث منذ حرب الرمال بين البلدين في عام 1963 الذي نشب خلالها النزاع عسكري عندما طالب المغرب بأراضي قال إنها مغربية ورفضت الجزائر ذلك استمرت ذلك حتى عام 1972 حين قامت السلطات المغربية بمصادرة أملاك جزائريين بدون حتى تعويدهم وذلك إثر صدور قانون بتأميم ممتلكات الأجانب الزراعية مع بدء النزاع الصحراوي ديبلوماسيا وعسكريا قامت الجزائر بترضي نحو 45 ألف أسر مغربية من مناطق غربي البلاد أما في عام 1994 فقررت السلطات الجزائرية إغلاق الحدود البرية مع المغرب وذلك بعد فرض المغرب للتأشير على الجزائريين السلطات المغربية بررت موقفها وقت ذاك بدواعا أمنية وذلك في أعقاب حادث اعتداء إرهابيا على فندق أطلس بمراكش وما زالت الحدود البرية بين البلدين مغلقة لقرابة 30 عاما